يحاول المسؤولون الإيرانيون من خلال تصريحاتهم تخفيف وطأة الضغوط التي يتعرضون لها بعد ضربة اقتصادية تلقوها من قبل واشنطن حيث صرح نائب الرئيس الإيراني إسحاق جيهانجيري بأن الولايات المتحدة تسعى لدفع بلاده لاستسلام عن طريق العقوبات وأضاف بأن أولوية جامع في ظروف الحاضر تتمثل في بذل جهود إدارة البلاد بشكل مطلوب لتقليل الضرر الذي سيلحق بمعيشة المواطنين إلى الحد الأدنى موضحا بأن مختلف الممارسات الأمريكية تفرض على الإيرانيين التنازل وتستهدف العقوبات الجديدة المشتريات الإيرانية بالدولار الأمريكي وتجارة المعادن والفحم وصناعة البرمجيات وقطاع السيارات إلا أن الإجراءات الأشد قسوة والتي تستهدف صادرات النفط لن تدخل حيز التنفيذ قبل أربعة أشهر لذلك فإن تأثير العقوبات سيعتمد على قدرة واشنطن في منع الشركات الأوروبية والآسيوية من التعامل مع إيران وقالت الولايات المتحدة أن فرصة طهران الوحيدة لتجنب العقوبات هي قبول عرض قدمه ترامب للتفاوض بشأن اتفاق نووي جديد أشد حزما من الاتفاق الدولي الذي أبريما في عام 2015 ومن شأن إعادة فرض القيود أن يؤدي لتفاقم المصاعب الاقتصادية على إيران بعد معاناة شديدة تلقاها الاقتصاد الإيراني نتيجة ارتفاع معدل بطالة وفقدان ريال إيراني نصف قيمته منذ أبريل نيسان وخلال الأسابيع القليلة الماضية احتج ألاف الإيرانيين على الارتفاع الحاد في أسعار بعض السلع الغذائية ونقص فرص العمل والفساد الحكومي والتي تحولت لتظاهرات على غلاء المعيشة إضافة لأخرى مناهضة للحكومة اشتركوا في القناة